تساعة صباحاً موجز لأهم الأنباء مع لامية فضاليا لامية شكراً جمعنا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاماً ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها وشهد الاجتماع عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة صفن ومراكب الصيد حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل القوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زرينيسكي إن بلاده لا تمتلك أسلحة ودعماً كافياً لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا وحذر الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي من تداعيات ما يحدث في أوكرانيا مشدداً على أن ضرورة أن تقلق أوروبا من ضعف بلاده وأضاف أن روسيا لن تكتفي بأوكرانيا فقط لكنها ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول بلطيق قالت وزيرة التنمية الألمانية سيفينيا سولتش إن بلادها ستقدم 200 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النزحين داخلياً نتيجة العملية العسكرية الروسية وأضافت سيفينيا أنها ستتحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني الذي يزور بلادها الاثنين حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النزحين هذا وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي نزح نحو سبعة ملايين شخص داخلياً في أوكرانيا منذ بداية الأزمة قال وزير الاقتصاد الإيطالية دانيال فرانكو أن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو هذا العام مما يقضي على صافي الفائد في المبادلات مع بقية دول العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة وأضاف فرانكو أن أيضاً إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة ويبلغ صافي تكاليفة واردات الطاقة 43 مليار يورو وذكر فرانكو أيضاً أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد لفتاً إلى أن هذه الاستراتيجية مكلفة جداً ولا يمكن أن تستمر إلى مال نهاية تظهر الألاف من المواطنين في لتشيك في وسط العاصمة براغ للتنديد بالحكومة التي يتهمونها بصب اهتمامها على أوكرانيا أكثر من مواطنها وحملت التظاهر شعار الجمهورية التشيكية أولاً وصلت المشاركون فيها الضوء على التضخم المتزايد تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة واللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأيضاً أزمة المهاجرين وطلب المتظاهرون الذين تجمعوا في بزاغ باستقالة الحكومة التي تولت مهمها في ديسمبر الماضي لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً مصرعهم في الهند بسبب صواعق البرقة التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام الماضية وذكر مسؤولون في إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقع شرق الهند أن ضحايا الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في الولاية وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمع رياضياً حقق بارشلونة فوضاً سميناً على ماضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الإسبانية وثجل ثلاثية البارسا كل من البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني إيريك جاريسيا وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى عشر نقاط محتلاً المركز الثاني بجدول الدور الإسبانية فيما توقف رصيد إشبيليا عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة